أن يقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب كان أحمد يقول أهل بداعب بيننا وبينكم الجنائب يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون في هذه الآية كما لا يخفى على الحاضرين جميعا أن الله عز وجل نبأ أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بما أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام في هذه الآية أن الله فرض عليهم الصيام كما كان قد فرض مثله على من قبلنا من الأمم هذا أمر معروف لدى كل المسلمين الذين يقرؤون هذه الآية الكريمة ويفهمون معناها جليا واضحا ولكن الشيء الذي أريد أن أتحدث عنه شيء آخر قلما يتنبه له أو قلما يتنبه له من عامة الناس ألا وهو قوله تبارك وتعالى في آخر هذه الآية لعلكم تتقون فالله عز وجل جرت عدته مع عباده المؤمنين أنه إذا أمرهم بأمر أو شرع لهم بفرض جرت عدته أن يقتصر تبارك وتعالى على ذكر الأمر دون بيان الحكم من ذلك لأن الحكمة العامة من تكليف الله عز وجل لعباده هو أن يمتحنهم ويظهر من يطيعه منهم ومن يخالفهم ومن يخالفه تبارك وتعالى ولكنه في هذه الآية ذكر شيئا غير معهود كثيرا في القرآن الكريم ألا وهو تعليل الأمر بالصيام بقوله تبارك وتعالى لعلكم تتقون فإذا الحكمة من فرضية الصيام على المؤمنين ليس هو فقط أن يمتنعوا عن الملذات والمباحات من الطيبات وإن كان هذا أمر واجبا بالنسبة لكل صائم ولكن ليس هذا هو المقصود فقط بهذا الصيام الذي ختم الله عز وجل أمره به بقوله تبارك وتعالى لعلكم تتقون أي إن الحكمة من شرية الصيام أن يزداد المسلم راعة لله تبارك وتعالى في شهر الصيام أكثر مما كان عليه قبله ولقد صرع النبي صلى الله عليه وسلم وأوضح تمام الإيضاح هذه الحكمة الإلهية بقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح المخاري أنه قال قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أي إن الله عز وجل لم يقصد من فرضية الصيام الذي هو الإمساك في وقت محدود معروف لدى الجميع هو أن يمتنع هؤلاء الصوام من الطعام والشراب فحسب وإنما ينبغي أيضا أن يمتنع حان ما حرم الله عز وجل من الذنوب والمعاصي ومن ذلك قول الزور والعمل به فالرسول صلى الله عليه ولي وسلم يؤكد الآية لعلكم تتخون أي تتقربون إلى الله عز وجل زيادة عن إمشاككم عن الطعام والشراب أيضا أن تمسكوا عن المحرمات كالغيبة والنميمة والزور وشهادة الزور والكذب ونحو ذلك من الأخلاق المحرمة كما نعلم جميعا من أجل ذلك يجب أن يعلم المسلمون جميعا أن المفطرات للصائم ليست هي الأمور المادية فقط المعروفة إجمالا في الطعام والشراب والجماع ليس هذا هو الصيام فقط لذلك يفرق ويقسم بعض العلماء المفطرات إلى قسمين وهذا هو مقصد من هذه الكلمة في هذه الآونة المباركة إن شاء الله لا سيما وقد جرت عادة الخطباء والوعاب في شهر رمضان إذا تكلموا عن المفطرات للصيام إنما يتكلمون فقط عن المفطرات المادية مما ذكرنا آنفا من الطعام والشراب والجماع بينما ينبغي عليهم كناصحين ومذكرين لعامة المسلمين أن يددنوا كثيرا وكثيرا جدا حول القسم الثاني من المفطرات ذلك لأن الناس اعتادوا أن يفهموا أن الصيام هو من النوع الأول الإمساق عن المفطرات المادية ولكن هناك مفطرات أخرى هي مفطرات نستطيع أن نسميها بالمفطرات المعنوية نستطيع أن نسميها بالمفطرات المعنوية فقد سمعتم قوله عليه الصلاة والسلام آنفا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدعى طعاما وجراما لذلك ينبغي على كل صائم أن يلاحظ نفسه هل هو صائم فقط عن المفطرات المادية أم هو أيضا صائم عن المفطرات المعنوية أي هل هو حسن أخلاقه وحسن سلوكه حينما دخل شهر رمضان المبارك إن كان كذلك فقد حقق معنى قوله تبارك وتعالى في آخر الآية لعلكم تتقون أما من اقتصر في صيامه على الامتناع من الطعام والشراب وهو سادر وماضي في أخلاقه السيئة التي كان يمارسها قبل رمضان فليس هو بالصيام المقصود من حكم شراء هذا الشهر المبارك الذي أشار ربنا عز وجل إليه في قوله لعلكم تتقون لذلك نحن ننصح ونذكر إخواننا المسلمين بأن يتذكروا هذا المفطر الآخر المعنوي الذي قلما يتحدث عنه الوعاظ والمرشدون فضلا عن أن يكون عامة المسلمين على ذكر وعلى تنبه لهذا النوع من المفطرات وهي المفطرات المعنوية هذا الذي أردت أن أذكر به إخواننا الحاضرين في هذا المجلس الطيب إن شاء الله حتى يكون ذلك سببا لهم في زيادة تقربهم إلى الله تبارك وتعالى في هذا الشهر المبارك شهر الصيام الذي نرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا للقيام بحق هذا الشهر المبارك من الإمساك عن المفطرات المادية والمعنوية ثم بالإضافة إلى هذه الكلمة أرجو أن تنتبه لما سيلقى عليكم من بعض الأمور التي أغفلها الجمهور من عامة المسلمين بل ومن خاصتهم هناك حديث طالما أهمل بسبب حديث آخر لم يستطع جماهير الناس أن يجمعوا بينهما تطبيقا وعملا ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر وأخر الصحور فهنا أمران اثنان قد أهمل من أكثر الناس ألا وهو التعجيل بالإفطار والتأخير بالصحور أما الإهمال للأمر الأول ألا وهو التعجيل بالإفطار فإنه يخالف في ظن البعض حديثا آخر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجل بصلاة المغرب فإذن هنا أمران اثنان بالاستعجال بأمرين اثنين فيبدو للبعض أنه لا يمكن الاستعجال بالأمرين كليهما معا عليكم السلام زغروا زغروا الحلقة ذلك أفضل شرعا أفضل شرعا إذا كان ما بيضايقه من الأرض تكون باردي في المصد نعم كلمة للحكول طمام الأمر بالجمع بين التعجيل بالإفطار والتعجيل بصلاة المغرب هذا منسهل جدا وذلك مما بينه لنا نبينا صلوات الله والسلام عليه فعلا وعملا حيث كان عليه الصلاة والسلام يفطر على ثلاثة مرات يفطر على ثلاثة مرات ثم يصلي المغرب ثم يعود فيتعش إن وجد في نفسي حاجة إلى العشاء نحن اليوم نقع في مخالفتين اثنتين أولا نؤخر الأذان عن وقته المشروع ثم بعد هذا التأخير يأتي تأخير آخر وهو أننا نجلس للطعام إلا قليل من الناس الذين يحرسون ويصلون المغرب في المسجد لكن عامة الناس هم أولا يتأخرون حتى يسمعوا الأذان فإذا سمعوا الأذان جلسوا للطعام كأنهم يتغدون أو يتعشون وليسوا هم في إفطار الأذان الأذان اليوم في أكثر البلاد الإسلامية مع الأسف أقول وليس فقط في الأردن لقد عرفت ذلك بالتتبع في أكثر البلاد الإسلامية يؤذن أذان المغرب بعد الوقت والسبب في هذا أننا تركنا التمسك بالأحكام الشرعية وتطبيقها عمليا وتواكن على الحسابات الفلكية ركن إلى ما يسمى اليوم بالروزنامة بالتقويم التقاويم هذه تجري على حسابات فلكية تحسب الأرض أرض مستوية فتعطي حساب لهذه الأرض المستوية بينما الأرض خاصة في بلادنا هنا تختلف بين انتفاض فيوادي وبين هضبة بين جبل فلا يصح أن يكون التوقيت واحدا يشمن الساحل ويشمل السهل ويشمل الجبل لا لكل أرض وقتها ولذلك من كان في استطاعته في حيث هو مقيم في بلده أو في قريته أن يرى غروب الشمس بعينه فإذا ما غربت فهذا هو التعجيل بالإفطار الذي أمرن به في قولي عليه السلام المذكور آنفا لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر لقد حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تطبيق هذه السنة تعليما وتطبيقا أما تعليما فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى الشرق وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى الغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم إيش من فقد أفطر الصائم أي دخل في حكم الإفطار وحين إذن يأتي الحكم السابق الذي حض فيه الرسول عليه السلام على الاستعجال بالإفطار والرسول عليه السلام كان يطبخ هذا حتى وهو راكب مسافر فقد جاء أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أحد أصحابه بأن يهيئ له الإفطار فقال يا رسول الله النهار أمامنا يعني ضوء الشبس ولو أنها غابت لكن لا يزال ضوءها ظاهر من النهي الغربية ما رد عليه الرسول عليه السلام بل أكد له الأمر بأن يهيئ الإفطار يقول راوي الحديث كنا نرى النهار أمامنا أي ضوء النهار ضوء الشمس حينما أفطرنا لو أن أحدنا ركب ناقته لرأ الشمس الشمس غربت من هنا ورسول عليه السلام أمر أحد الصحابة أن يهيئ الإفطار لماذا للتعجيل بالخير لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر المهم أن نلاحظ أن الإفطار المستعجل به شرعا يجب أن يكون على تمرات ثم التعجيل بالصلاة ثم بعد ذلك يجلس الناس ويأكلون كفايتهم هذا هو الأمر الأول الذي أحببت أن أذكر به وهو الجمع بين الأمرين الذين أبرى النبي صلى الله عليه وسلم بالاستجال بهم الأمر الأول التعجيل بالإفطار والأمر الثاني التعجيل بصلاة المغرب فالإفطار يكون على تمرات كما هو السنة وإن لم يتأسر تمرات على جرعات مما ثم تصلى الصلاة جماعة في المسجد والأمر الآخر الذي أريد التذكير به وهو ما جاء في الحديث السابق وأخر السحور أي إن المطلوب أيضا حكس الإفطار فالإفطار أمرنا عليه السلام بالاستجال به أما السحور فينبغي التأخر به والواقع اليوم خلاف ذلك تماما حيث أن كثير من الناس يتسحرون قبل طلوع الفجر ربما بساعة هذا ما ينبغي هذا خلاف السنة القولية والسنة العملية لقد كان أصحاب نبي صلى الله عليه وسلم يتأخرون بالسحور حتى يكاد أحدهم أن يسمع الأذان وهو يأكل يتأخر في السحور بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله 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 حديث صحيح وفيه بيان يسر الإسلام الذي يعتبر عليه والسلام الذي يعتبر من قواعد الإسلام التي يفتخر بها المسلمون ونعسيما وما كان منها متعلقة من الصيام حيث أن الله عز وجل ختم الآيات التي شاقها بخصوص الصيام ختمها بقول عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فمن اليسر قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يخضي حاجته منه إذا سمع أحدكم النداء والإناء إناء الطعام سواء كان حريبا شرابا ماء أي شيء مما يتسحر به المتسحر فسامع الأذان فلا يقول الآن حرم الطعام لا يحرم الطعام بالأذان لمن كان مكتفيا منه فلا يجود له أن يزداد شرابا أو فاكهة وقد قضى وطره من كل ما هو كان يأكل منه أما إذا سمع الأذان وهو لما ينتهي بعد من أن يأخذ حاجته من طعام وشرابه فرسول صلى الله عليه وليس لم يبيح له ذلك فيقول صراحة وبلسان عربي مبين إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته أو يطرق من حاجته منه والمقصود هنا بالنداء هو النداء الثاني الأذان الثاني وليس هو الأذان الأول الذي يسمونه خطأا بأذان الإمساق هذا يجب أن نعلم أنه ليس له أصل أن نسمي الأذان الأول أذان الإمساق الأذان الثاني هو أذان الإمساق وهذا خصريه القرآن لأن الله عز وجل يقول فاكلوا واشربوا حتى يتبين أن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إذن إنما يحرم الطعام في الوقت الذي تحل فيه صلاة الفجر لا فصل بين الأمرين لا إمساك ربع ساعة أو أقل أو أكثر بين وقت حل صلاة الفجر وبين وقت حريم الطعام أبدا لأن الصلاة إنما تجب بطلوع الفجر الصادق والطعام يحرم على الصائم بطلوع الفجر الصادق فليس بين الأمرين فاصل إطلاقا لذلك جاء في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يغرنكم أذان بلال لا يغرنكم أذان بلال أي الأذان الأول فإنما فإنما يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ابن أم مكتوم واسمه عمر وهو كان ضريرا وهو الذي نزل في حقه قوله تبارك وتعالى عبش وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخر الآيات هذا هو كان يؤذن الأذان الثاني الأذان الذي يحرم به الطعام ويحل به صلاة صلاة الفجر كيف كان يؤذن وهو ضرير هذا سؤال يريد بالطبيعة الحال على أذان بعض الناس لقد كان عمر ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه يصعد على ظهر المسجد هو لا يرى الفجر لكنه ينتظر أحد المعرة الذين يمرون به فإذا رأوا الفجر قد سطع وانتشر في الأفق قالوا له أصبحت أصبحت حينئذ يؤذن فأنتم تلاحظون هنا أن أذان عمر ابن أم مكتوم كان بعد أن طلع الفجر ورأوا الناس وهم يمشون في الطرقات عليكم السلام وبركاته حينئذ إذا قيل له أصبحت أصبحت أذن فإذا فإذا في الأمر شعر حيث أن المؤذن كان يتأخر في أذانه حتى يسمع الناس يقولون له أصبحت أصبحت ثم رسول الله صلى الله عليه 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 وسلم قال إذا سمعتم النداء والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه فصدق الله عز وجل حينما قال في أواخر تلك الآيات المتعلقة للقيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدا ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فإذا من الفقه المستنكر والمخالف لهذه السنة أن يقول القائن أن الصائم إذا سمع الأذان واللقم في فمه فعليه أن يلفظها هذا تنطع وولوهم في الدين ورب العالمين وعظنا وذكرنا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعليه وسلم ألا نغالي في ديننا فحكى في القرآن الكريم قائدا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق وقال لنا رسولنا صلوات الله والسلام عليه إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من قبلكم بغلوهم في دينهم أو قال عليه السلام إنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم قد بيّن لنا أن في مسألة سحور المتسحر سعة وفسحة حتى قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يخضي حاجته منه فهذه مشاقى لله وللرسول أن يقول الإنسان للذي سمع الأذان واللقم في ثمه ألفظها وارمها أرضا هذا ليس من السنة بل هذا هو خلاف السنة وخلاف أمر رسول صلى الله عليه وعليه وسلم الصريح وقد سئلت كثيرا فلا أدى مجالا لتوجيه مثل هذا السؤال فأقدم إليكم سلفا أن هذا الحديث موجود في أشهر كتب السنة التي منها سنن أبي داود وهو الكتاب الثالث من الكتب الستة المشهورة أولها صحيح البخاري ثانيا صحيح مثلم ثالث وثنن أبي داود هذا الحديث موجود فيه وكذلك رواه أبو عبد الله الحاكم في مستدركه وكذلك أخرجه الإمام إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله في كتابه العظيم المعروف بمسند الإمام أحمد فهذا الحديث إذن ليس من غرائب الأحاديث بل هو من أحاديث مشهورة والتي رواها أئمة السنة القدامى وبالسند الصحيح وهنا أقول خاتما لهذه الكلمة لعل أحدكم لديه شؤال فنجيب عليه إن شاء الله أختم هذه الكلمة بقوله عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه وفي رواية كما يكره أن تؤتى معصيته روايتان كما يحب إن الله عز وجد يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه رواية ثانية كما يكره أن تؤتى معصيه ولذلك فما ينبغي المسلم أن يتورع تورعا باردا ويستنكف عن إطاعة النبي صلى الله عليه وليه وليه فيما حضنا عليه ولخصنا فيه وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين فإذا كان لأحد السؤال أو استشكال فنرجو الله أن يوافقنا لإجابة عليه إن شاء الله نعم نعم أظن جواب هذا السؤال مضمن في الحديث السابق لا يغرنكم أذان بلال فإنما يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر فاكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت فهناك أذنان ليس فقط في رمضان بل في كل أيام السنة والأذان الأول حكمته واضحة جدا في نفس الحديث ليقوم النائم ويتسحر المتسحر النام يقوم في كل أيام السنة يقوم لي يتنفل في آخر الليل يصلي في آخر الليل يقوم ليتسحر يوم الاثنين يوم الخميس أيام البيض يوم يصوم ويوم يقتر كما هو السنة فإذن المسلمون هم بحاجة لهذا الأذان الأول في كل أيام السنة والعادة في بعض البلاد أنهم لا يؤذنون هذا الأذان الأول إلا في رمضان هذا في الواقع قصر لهذه السنة الواسعة التي شملت السنة كلها ينبغي على المؤذنين أن يؤذنوا في كل أيام السنة لصلاة الفجر أذانين بين الأذان الأول والأذان الآخر نهو عشر دقائق أو رباسا هكذا جاء ما يفيده في بعض الأحاديث الصحيحة فإذن هما أذانان ليس في رمضان فقط بل في كل أيام السنة غيره شيخنا شيخنا متعلق بنفس سؤال الله يبارك فيه وهو أنه التثويب الآن حي الصلاة وخير من النوم يقولونها في الأذان الثاني نعم فأريد معرفة السنة في هذا لتتم الفائدة هذا شؤال طيب جاء في سنن النساء وصحيح ابن خزيم وغيرهما من كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم علم أحد أصحابه وهو المعروف بأبي محذورة علمه الأذان وهو الأذان المعروف اليوم لكن برفع زوائد مقدما أو مؤخرا الأذان الشرعي يبدأ بالتكبير وينتهي بالتهليل لا إله إلا الله آخر الأذان علمه عليه السلام هكذا ولكنه قال فإذا أذنت الأذان الأول فقل بعد حي على الصلاة حي على فراح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم هذا الذي يسمى في لغة الشرع بالتثويب أي كلمة الصلاة خير من النوم محله الأذان الأول وليس الأذان الثاني ذلك لأن الأذان الأول عرفتم من الحديث السابق لماذا شرع الأذان الأول ليستيقظ النائم ويتسحر المتسخر فإذا وضع هذا التثويب في الأذان الثاني ذهبت فائدته لأن الناس في الأذان الثاني يكونون أيقاضا ولا يكونون نياما ولهذا فالسنة نقلا وعقلا مطابقة للأذان الأول وليس للأذان الثاني ولذلك فمن كان في قدرته أن يحيي هذه السنة فيكتب له أجرها وأجر من عمل بها من قيامه دون أن ينقص من أجورهم شيء كما جاء في الحديث الصحيح وعليكم والسلام ورحمة الله إذا لم يستيطب المؤذن في الأذان الأول فهل له أن يثوب في الأذان الثاني لا ليس له ذلك لأنه يوهم الناس أن الوقت لم ينتهي بعد الحقيقة أن شرية الأذانين فيها حكمة بارغة وهناك حكمة أخرى وهي أن النبي صلى الله عليه وليس لم كان وظف لكل أذان مؤذنا والحكمة في ذلك أن يعرف السامعون للأذان الأذان الأول من الأذان الثاني من صوت المؤذن هذا تميز هذا أيضا من السنة التي ينبغي أهياؤها أما الجواب عما سألت فيجب أن تبقى السنة في مكانها فمكان الصلاة الخير من النوم إنما هو الأذان الأول نحن في موضوع الأذان خلينا كذلك نستمر الأذان الموحد الآن في كثير من المساجد والزيادة عليه والزيادة على الأذان ما حكم أما الزيادة على الأذان فقد سبق عليه الكلام آنفا حيث قلنا أن الأذان النبوي إنما هو يبدأ بالله أكبر الله أكبر وينتهي بلا إله إلا الله وتعجبني كلمة في بعض البلاد العربية وهي شرية بالذات يقول العامة الزايد أخو النايش الزايد أخو النايش فهذا صحيح هذا كلام مأخوذ من السنة يقول عليه السلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد والأحديث تعرفونا والحمد لله وهي الكثير في هذا المعنى فكما لا يجوز للمسلم أن يصلي المغرب أربعا كذلك لا يجوز له أن يصلي المغرب ركعتين لماذا زائد أخو النايش كما لا يجوز يهد في الدين كذلك لا يجوز النقصة منه أو لعله العكس إن يقال الصوام أكثر كما لا يجوز النقص من الدين لا يجوز يهد فيه ومن الغريب ومن الغريب الذي سهى عنه جماهير الناس أنهم جميعا يتفقون على استنكار النقص من العبادة ما أحد كل المؤذنين على كل المعصور والدهور كانوا يبدأون بالله أكبر والله أكبر وينتهون بلا إله إلا الله كما الذي سوغ الزيادة مقدما أو مؤخرا استعملونا عقولهم وليتها كانت عقولا مثقهة بثقاف الإسلامية الصحيحة يقول قائلهم إذا قيل له مثلا يا أخي السنة أن تقف في أذانك عند لا إله إلا الله أولا الدين يقول يا أخي شو فيها شو فيها هذا الذي يقول هذه كلمة لم يفكر في معنى من معاني آيات وأحاديث صحيحة الآية الكريمة التي تقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينها أتممت انتهى بعد التمام ما في إلا النقصان فكيف يقول هذا المسلم شو فيها يا أخي إذا أنا جدت مثلا بالصلاة على الرسول عليه السلام بعد أذاني يا أخي تأمل وتفكر فيها نسبة الخيان لنبيك عليه السلام لو أنك أتقد كفرت وخرجت عن الإشلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خوطب بنصف القرآن ونفذ ما أمر به في هذا النص ألا وهو قول عن دواجل يا أي الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وما أحلى حديث السيد عائشة رضي الله تعالى عنها حين قالت في حديث لها لا بأس من ذكره بثمامه لما فيه من فائدة وربما يكون بعض الناس يتبنون شيئا خلاف ما نص هذا الحديث عليه جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم بسند الصحيح عن مسروق من كبار التابعين رجل فاد يسمى بمسروق جاء للسيد عائشة رضي الله تعالى عنها فقال لها يا أم المؤنين هل رأى محمد ربه قالت لقد قف شعري مما خلت قال يا أم المؤمنين ارحميني ولا تعجلي علي أليس يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ولقد رآه نزة أخرى قالت أنا أعلم الناس بذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول رأيت جبريل في صورته التي خلق فيها مرتين وله ست مئة جناح وقد سد الأفق إذن السيد عشة تفسر لمسروق الآية التي سألها عنها متوهما أن الآية تعني أن محمد صلى الله عليه وآله وآله رأى ربه فقالت له لا أنا أعلم الناس بذلك سألت رسول الله صلى الله عليه عن هذه الآية فقال رأيت جبريل في صورته التي خلق فيها مرتين وله ست مئة جناح وقد سد الأفق ثم تابعت السيد عشة رضي الله تعالى عنها كلامها فقالت ثلاث من حدثكم هن فقد أعظم على الله الفرية من حدثكم بأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه وقد أعظم على الله الفرية اقرأوا قوله تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من ولاء حجاب فإذا مسؤول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين عري به إلى السماوات العلا ما ما رأى ربه لأن الله حينما فرض عليه ما فرض من الصراعات الخفز وكلمه بذلك إنما كلمه من وراء حجاب وهذا من معاني الآية المذكورة وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا بواسط جبريل عليه السلام أو من وراء حجاب أو يرشد رشولا إلى البشر فاستشهدت السيدة شاء لأنه لا يمكن لبشر أن يرى ربه في الدنيا من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وعلي وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الخيرية ثم تلت الآية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من راء حجاب ثم قالت ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وعلي وسلم كان يعلم الغيب فقد أعظم على الله الفيرية ثم تلت قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله ثم قالت وهنا الشاهد ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وعلي وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه انتبهوا هنا الشاهد من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وعلي وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الفيرية ثم تلت قوله تعالى يا يا الرسول بلغ ما أنجل إليك من ربه وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من النار ثم قالت لو كان محمد صلى الله وعليه كاتما شيئا أمر بتبليغه لكتم قول الله عز وجل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه أن أنعم الله عليه ونعم عليه أمسك عليك زوجك وتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه لو كان الرسول يكتم شيء يكتم هذه المعاتبة من ربه له لكنه تنفيذا منه للآية السابقة يا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من النار إذن قد بلغ الرسول عليه السلام الإسلام كله بحذافيره لم يبقي ولا حرفا واحدا لأحد حتى يستجرك عليه فإذا كان الرسول علم المؤذنين في جمانه أن الأذان يبدأ بالله الله أكبر الله أكبر وينتهي بلا إله إلا الله إذن صح قوله من قال الزايد أخو النائز فلا يجو الزياد في الدين إطلاقا لأن الدين قد كمل وما أحسن كلمة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حينما قال مفسرا للحديث المعروف كل بدعة ضلالة الحديث هكذا كل بدعة ضلالة وكل ضياف النار أما ابن عمر فأضاف إلى هذه الجملة جملة يمكن أن نعتبرها جملة تفسيرية فقال كل بدعة ضلالة وإن وآها الناس حسنة وإن وآها الناس حسنة وهذا هو الواقع اليوم كما قلت آنفا إذا قلت لا تفعل كذب إلا تشوف فيها يأخي فيها أنك تستدرك على نبيك ما بكفي هذا يكفي هذا وبعضه يكفي ضرالا وبعدا عن السنة فنسأل الله عجو وجل أن يحيينا على السنة وأن يتوفان عليها جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى نعم في فئة من الناس من المسلمين الصائمين يفتروا قبل من أذان وفيه فئة تفتر عن أذان فالشوه هكم هما قلت اثنين ما هو أنت ضار ما كنت مانا بارك الله فيك أنا أنا جاما في معيتك حذر لنا الفطور قال يا رسول الله أمامك نهار قال له حذر وقال هذا الصحابي لو أن أهدنا ركب ناقته لرأى الشمس أي إن الإفطار كان ثور غياب الشمس وذكرت أيضا حديثا يجب أن نحفظه كما نحفظ الفاتحة ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغلبت الشمس فقد أفطل الصائب ثورا يجب الإفطار ما أبدأ انتظار حسنا بيكون واحد يسيري مع مجموعة نعم وهل مجموعة كلها رفضت أن تفطر يحق له أن يفطره وشو عرفه أدبر الليل والنهار بارك الله فيك ذكرنا آلفا قوله عليه الصلاة من سن في الإشلام سنة حزنة هذا الرجل الذي يعرف أن الوقت قد حل يعني وقت الإفطار حل ويضيف إلى ذلك أنه يعلم أن السنة تعجيل بالإفطار فإذا أخذ الكأس وشرف وأخذ التمر وأكلها أمام هؤلاء الناس هل يكون سنة سنة حجنة أم سيئة حسنة طبعا بارك الله بارك الله فيك فبليش أوط ما هو ما يقول لك احنا كمان سنتنا حسنة لا لما نستنى الأذان سيئذن احنا كمان سنتنا حسنة هون سنة بارك الله فيك الفجر طالع الفجر الصادق طول بارك الفجر الصادق لما بهذا الفجر ما بكون طالع يعني بذيطل إحنا أنا بطلع الدوام مع الأذان بتكون الدنيا لسليل فهل يجوز أني أوكل أنا وأنا ما رايحة الفجر كوال وهذا السمني تأخير أني أوكل وأنا طالع عدد الله وغاعد بألبن هذا السنة بارك الله فيك لكن بدنا الناس شراخ بالفجر